وقع وزيراء الأوقافي الدكتور محمد مختار جمعة والتموين الدكتور علي المصلحي بروتكول تعاون لتوريد 400 طن من لحوم من سقوك الأضاحي كمرحلة أولى وذلك من أجل توزيعها مجانا على الأسر الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى نتابع إزداء التقدير لمن هو للتقدير أهل أهل مصر تقدير يأتي من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى حياة كريمة ومن هذا المنطلق يأتي مشروع لحوم سقوك الأضاحي لوزارة الأوقاف من خلال توقيع بروتكول التعاون مع وزارة التموين لتوفير اللحوم لهذا العام وتوزيعها كسابقتها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات مصر كافة فنحن نعمل كلنا كحكومة ونعمل في وفق سياسة واضح الحكومة وهي العناب الطبقات الأكثر احتياجا أو الأولى بالحماية في ظل المبادرة الكبرى لسيادة الرئيس اللي هو حياة كريمة حياة كريمة للمواطن المصري ده بنؤديك كواجب 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 وطني كجزء عمل تنفيذي من شغلنا كحكومة أن نتحقق البرنامج الرئيسي السيادة الرئيس في توفير حياة كريمة المشروع الحقيقة من المشروعات اللي كتب الله لها القبول ولقت قبولا واسعا ولها تأثير اجتماعي جبيا وبمعايير ومواصفات تنفذ وفق الضوافط الشرعية والمواقيت المحددة يتم ذبح رؤوس الأضاحي وترجمتها إلى لحوم بمعرفة وزارة التموين وتسليمها لوزارة الأوقاف ليصبح المستهدف مليونا ونصف المليون أسرة تستفيد من المشروع هذا العام بزيادة تفوق عن الأوام ما قبلها توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر اهتياجا تحت مظلة حياة كريمة للمواطنين ومن هذه المبادرات هي مبادرة سقوق الأضاحي بدأنا مبكرا هذا العام في سقوق الأضاحي حتى يكون هناك خطة واضحة لسبب الطلب أن عرض البروتوكول بنوقع بربعمائة طن لحوم قد تزيد إلى الضعف ويظل المواطن هو الأولوية والغاية من خلال تكسيد اهتمام القيادة الرشيدة بتسخير كل الإمكانات المتاحة وتعبئتها على النحو الأمثل كمشروع لحوم سقوق الأضاحي من وزارة الأوقاف ولدهيكل التلفزيون المصرية